بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن أداب التعامل مع الجيران من الأدب مع الجار أن تحب له ما تحب لنفسك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخذ بالك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حتى تحب لأخيك المؤمن لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كل الناس حب كل الناس زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت وقولوا للناس حسنا لكل الناس بشي المسلم بس تعامل مع المسلم ومع غير المسلم عليك أن تتخلق بأخلاق الإسلام في تعاملك مع جيرانك يعني لو جار غير مسلم تعد عليه ما تقوله الصباح الخير ولا السلام عليكم ده ليس من أخلاق الإسلام أبدا إنما الإسلام معاملة الدين المعاملة يكفينا أن الإنسان إذا مات وشهد له جيرانه بالخير قبل الله شهادتهم وغفر له وأدخله الجنة حديث في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل بيت من جيرانه الأدنين ما ألش برضو من جيرانه المسلمين من جيرانه الأدنين أي جيران يشهدون له إلا قال جل وعلا للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون يعني مثلا لو مات ميت من جيرانه وواحد قال رحمه الله كان بيصلم عن الفقر في الجامع والتاني قال رحمه الله كان واصلا للرحم والثالث قال رحمه الله كان يساعد الفقراء واليتام والمساكين والأرامل والرابع قال رحمه الله كان قارئا للقرآن مسبحا يقضي حوائج الناس أربع شهادات يقول الله جل وعلا للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قبلت شهادتهم فيما يعلمون وغفرت له ما لا يعلمون يبقى الشهادة شهادة الجيران تنفع وتشفع لصاحبها لما مرت جنازة على حضرة النبي والصحابة جلوس معه فأثنوا عليها خيرا ألو رحمه الله ذك الرقل صالح فقال النبي وجبت شوية ومرت جنازة تانية فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال الصحابة ما وجبت يا رسول يعني إيه وجبت في الأولى ألت وجبت وفي التانية ألت وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه يا سلام شهداء الله في أرضه الناس اللي بتشهد الشهادة الشهادة دي تنفع الذين شهدوا له تنفع من شهدوا له ستكتبوا شهادتهم ويسألون فربنا يخلقنا بأخلاق حضرة النبي من ضمن أداب التعامل مع الجيران أيضا ألا يهجر جاره قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام اللي هو يبدأ بالسلام ده الخير فيه الخير طيب لو أن جاري يؤذيني ولو أن جاري ينغص علي حياتي وعيشي وإقامتي أهجرهم هجرا جميلا الهجر الجميل الإمام الشافعي كان له جار وكان قد نغص عليه عيشه وحياته وكان الضار الإمام الشافعي تساوي ثمن كثير فباعها الإمام الشافعي بنصف ثمنها فالناس لأموا الإمام الشافعي يا إمام أتبيعها بهذا الثمن البخص فقال الإمام الشافعي يلوموني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص قلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص زي ما بنقول في أمثالنا البلدي الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق ربنا يرزقنا جيرانا صالحين يعينوننا في أمور ديننا ودنيانا اللهم أمين يا رب العالمين هاروح فاصل وارجع لحضراتك تاني خليكم معايا وصلوا على الحبيب